اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بدفنا النهاردة في المحترف المتميز عمر صبحي نمرحب به دايما ومنورنا دايما في المحترف عمر مساء الخير عليك مساء الخير على حضراتك كابتناني وبرحب بحضرتك وبرحب بكل جمهير النادي الأهلي منورنا عمر دايما وعندنا ملفات كتيرة النهاردة خلينا الأول اتكلم معاك على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي نتكلم على مدير الفني أبو ارتغالي النهاردة كان متواجد في النادي الأهلي كابتن القطيب قبله وكل الجهاز عايز احضر رأيك في عملية السوشيال ميديا قبل ما نخش على الجزئية دا الناس بدأت تقيم المدير الفني أولا بالسي في بس بدأت تقيم المدير الفني الناس بتطلع على اليوتيوب دا بيلعب 4-2-3-1 ولا بيلعب 3-4-2 ولا 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 بدأ الناس تقيمه من قبل حتى ما تشوفه يعني عايز اخد وجهة نظرك في الحتة دي امتى فعلا يعني نقيم الناس بعد ما نشوفهم يعني لا كابتن وبخصوص السوشيال ميديا هي بوزة حاجات كتير جدا جدا في كرة القدم السوشيال ميديا بعد بتتحكم في إقالة مدربين وتعيين مدربين السوشيال ميديا بعد بتتحكم في أساليب ولعب وطرق مدربين الجماهير في السوشيال ميديا مين يعني مين اللي انت هتروح له في السوشيال ميديا تلاقيه بيكتب حاجة معينة على المدرب أو بيقيمه أو هيقيمه على أساس إيه السوشيال ميديا بوزة كتير أو في كرة القدم السوشيال ميديا بالله دلوقتي صفحات بعينها بتدعم لعيبة بعينها أو بتنتقد لعيبة بعينها أو بتهاجم أندية لأغراض أخرى خالص خير كرة القدم هي دي من خليني أقول لحضرتك برضو أن دي أحد أسباب عدم تواجد الجماهير في المدربة السوشيال ميديا بقيت هي الرد الفعل الأول للجماهير أنت تخش على السوشيال ميديا تكتب حاجة بس أنا على أي أساس هاخد الفيدباك من السوشيال ميديا يعني هل اللي هيكتب على السوشيال ميديا ده درس أو تابع أو شاف بغض النظر المدرب حلوة أو وحش نعتبره أنه وحش طب بس اللي كتب على السوشيال ميديا ده شاف وهو حلوة أو حش هو قيمه إزاي وعلى أي أساس يقيمه بشكل أو باقر أنا دايما بنقول عندنا مشكلة في عملية التقييم دي هنا في مصر بقالنا فترات طويلة وعندنا حتى أنا قلت في الإنترو عمر خلينا نستنى ونشوفه حتى لو أول ماتشين ثلاثة كنا شكلنا حلو قوي وكسبنا مش ده معناها النجاح المتواصل ولقادر الله لو لسه مش فائقين ده مش معناها الفشل خلينا ناخد التجربة زي ما الناس بتشتغل برة تجربة عايز أعرف رأيك في هذه التجربة وقدومت ريكاردوس سواريز ليه النادي الأهلي بص يا كابتن هو النادي الأهلي بينجح أي مدرب والنادي الأهلي بينجح أي حد يعني ممكن نجيب جوزي مورينيو وفي الدورة المصري بس ما نضلوش مقاومات النجاح اللي ممكن ينجح بيها فا settled لكن النادي الأهلي عاكس كده تماما النادي الأهلي أي واحد بيدخل المنظومة بيكون عنده سهل جداً انه ينجح حتى لو مقاومات النجاح عنده مش مئة في الميد صحيح لأنه ده النادي الأهلي وده السيستم اللي وضعه النادي الأهلي النادي الأهلي مش في إسم أو إثنين أو ثلاثة لأ النادي الأهلي عنده منظومة نعتبر أن بكرة الصبح مفيش مدير فني النادي الأهلي مكمل وبيكسب وبينافس على الثلاث بطولات مش يقول إيه ده ده المدير الفني طم يقالته في نص الموسم فلا أحنا مخلاص مش هننفس على البطولة دي أو هننفس على البطولة فلانيا أول حاجة هو ده النادي ثاني حاجة النادي اللي أهلي عنده لجنة تخطيط لجنة تخطيط دي بتختار العناصر الفنية اللي ممكن المدرب يكمل بهم الموسم بمعنى إيه في أي نادي آخر أو في أي دورة تاني ييجي المدير الفني حط شروطه ده نعايز واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة بعد ي spaghetti المدير الفني caregivers فالاختيارات اللي أختارها ده يجي المدير الفني اللي بعد يقول لك لأ ده مش عاجباني مش اختارات إن النادي أهلي مفيش كده لان النادي الأهلي عنده لجنة فنية بتقايم الاختيارات والقايم اللعبين وعلى أساسها بيتم إمداد النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي بالإحتياجات الفنية اللي الفريق محتاجه مش المدارب محتاجه هؤلا على العكس كمان يا عمر يعني ممكن مدير فاني ييجي يقولك أنا مش عايز اللعاب ده مش محتاجه لأ انت في الوقت ده اللعاب ده أسد ده ملك للنادي فممكن جدا يقولك لا أنا مش عايز اللعاب ده وبالتالي احنا مش النادي الآله يقول اه انت مش عايز ده حنتمشيه لكن ده أسد لأن ده ملك للنادي ده اساسيات ده م завضر باللask كده بقى �و بالإضافة كده إن النادي الأهلي بيدي له مقومات الاستقرار والإدارة النجحة واستقرار في اللاعبين على المستوى المالي والمادي والنفسي ومعه مدير كورة قوي زي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو بيخلي اللعيبة في أوقات معينة تركز على دافع معين أو على بطولة معينة فريكاردو سواريج جاي وعنده كل حاجة مهيئة إنه يفوز بالبطولة هنا بقى بيتم التقييم علشان كده النادي الأهلي هو مؤسسة نجحة في إدارة ده يعني إيه بيتم التقييم؟ بيتم التقييم بعد سواء الفوز أو الفشل في الفوز ببطولة أي أن كان الأهلي بيلعب دايماً على المركز الأول والمركز الثاني بالنسبة له فشل صحيح فبالتالي إن انت تكسب البطولة ده العادي وإن انت تخسر وتطلع مركز تاني حتى لو طلقته أداء جاي جداً ده فشل ليه؟ لأن النادي الأهلي موفر لك كل عناصر النجاح طبعاً سواريج بيلعب 4-3-3 بيلعب بشكل هجومي بيضغط ضغط عالي بيلعب بالبكات طيرين طبعاً عايزة أسألك في النقطة دي يا عمر دلوقتي إحنا بنتكلم هو الراجل بيلعب 4-3-3 خلينا نتكلم على لو أنا مدير فني جاي وأنا طريقة لعبي أو الطريقة المحببة لي لأنه أكيد فيه مرونة تكتيكية يعني بيلعب بطريقة مختلفة لو أنا بيلعب 4-3-3 وجيت لقيت الأماشة اللي عندي أو اللعيبة اللي عندي الإمكانيات تسمح أننا ألعب 4-2-3-1 أفضل أو 4-4-2 أي أن كان أبدأ أشتغل على العملية دي إزاي يعني إزاي أبدأ أشتغل على عملية دي هل أستمر ووظف اللعيبة بشكل أو بآخر على سبيل المثال زي ما كيروش جيه إنا كنا بنلعب 4-2-3-1 لا كيروش جيه إحنا أنا بلعب 4-3-3 وبدأ يوظف اللعيبة في أماكن مختلفة شوية يعني في بعض المبارات خسرتنا النقاط كيف يتعامل يعني ريكارد سواريز مع هذه الجزئية اللي أنت بتتكلم عليه والله هو فعلا المدير الفني أول حاجة بيجي بينزل الملعب بيبصه وعنده إيه اللعيبة أو إيه الشكل اللعيبة المنطب بها أنه هيختارهم في الملعب على أساسها بيتم تقييم القطة اللي هيلعب بها ودي بابدء الفروغ الفنية للمدرب يعني أنت عندك واحد زي بيب جارديولا هو ده أسلوبه دي طريقته وبيختار اللعيبة على أساسها بس جارديولا عنده المؤسسات اللي تقدر تتكلم لكن عندك مورينيو هو بيلعب بالشكل الإسلوب اللعيبة اللي عنده وبالطريقة الدفاعية اللي تقدر تخرجه من المباراة مش خسران يعني هو طريقة مورينيو أو اسلوب انه هو عايز يخرج من المباراة مش خسران وده أقرب حاجة للفوز لكن جارديولا عنده الطريقة اللي هو الإسلوب الهجومي اللي دايما بيلعب به اللي هو بيضغط من قدام وعنده كل عناصر النجاح أو كل المؤسسات عنده المؤسسات اللي تقدر تتكلم عمر هكمل معاك لأن النقطة دي مهمة جدا كمان إزاي يعني ريكاردو سوارز هيتعامل الفترة اللي جاية ودور كمان الكابتن سامي قمصان في الفترة اللي جاية ده كمان مهم جدا هننقشوا مع عمر بعد الفصل موسيقى